موسيقى موسيقى قررت نقابة التربية الثلاث مواصلة الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي بتمديده إلى خمسة أيام في الأسبوع معتبرة تصريحات وزير التربية ورئيس ديوانه استفزازا صارخا لقانون الإضراب الذي يكفله الدستور وأجمع مسؤول والنقابات على أن اتهام وزارة التربية الوطنية للنقابات بممارستها للسياسة من خلال دخولها في إضراب مفتوح دليل قاطع على فشلها في حل المشاكل العالقة مؤكدين أن أبجديتهم معروفة لدى المجتمع المدني وموضحين أن وزارة التربية هي من تمارس السياسة وذلك بلجوئها إلى اتخاذ إجراءات تعسفية بدءا بتحريض التلاميذ ضد أساتدتهم ثم الانتقال إلى تحريض الأولياء ضد الأساتدت علاوة على لجوئها في خطة تصعيدية إلى نقل الصراع إلى الشارع من خلال إطلاقها تهديدات لغلق المؤسسات التربوية محذرين من محاولة الوزير الدفع بالتلاميذ للخروج إلى الشارع للمطالبة بالعتبة من خلال تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن إمكانية تأجيل الامتحانة الرسمية من جهتها قررت وزارة التربية تحويل الأساتدت المضربين إلى مراكز الشرطة بحجة اعتبارهم أجانب عن قطاع التربية وذلك بمجرد انتهاء المهلة الثانية اليوم التي منحت لهم للشروع في طردهم النهائية من مناصب عملهم صرح وزير الفلاحة عبدالوهاب نوري أن وزارة الفلاحة لن تدفع دولارا واحدا من الآن فصاعدا من أجل تموين الملبنات الخاصة التي وصل عددها إلى ثلاثين ملبنة عبر الوطن بمسحوق الحليب وأقر الوزير بأن هذا القرار سيمدد من عمر أزمة الحليب قائلا لكن استيراد المزيد من مسحوق الحليب وارتفاع الفاتورة ليس حلا لسيما أن كميات ضخمة من المسحوق المدعم يحول عن وجهته في إنتاج الحليب في الأكياس البلاستيكية وأوضح نوري أن الحل الحالي المطروح لتجاوز أزمة الحليب سيكون عن طريق إجبار الملبنات العمومية والخاصة على رفع طاقات إنتاجها للمادة غير أن هذا التصريح من الوزير يعتبره مراقبون متناقضا لأن الرفع من طاقة الإنتاج يعني ضرورة تزويد الملبنات الناشطة بمزيد من كميات المسحوق وفي هذه الأثناء تستمر أزمة الحليب وتطول معاناة المواطنين في اقتناء هذه المادة الأساسية التي يعجز النظام عن توفيرها رغم ما تزخر به خزينة البلاد من أموال في ظل عجز وفساد ساهم كلاهما في إطالة عمر هذه الأزمات انتهت مرحلة التهديئة التي التزمت بها تنسيقية الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة التي سجلت أعلى معدلات احتجاجاتها في سنة 2013 بين اعتصامات بالمستشفيات وإضرابات لتعود اليوم إلى الواجهة وتدشن بذلك أول حركة احتجاجية بقطاع الصحة الذي بدأ يحدو حدو عمال التربية المضربين منذ أربعة أسابيع وفي هذا السياق ذكر الأمين العامل التنسيقية مونير بطراوي أن السلك في حالة غليان كبير وقد تدخلت التنسيقية مرارا للتهديئة الأوضاع رغم مطالبة العمال بالدخول في احتجاجات وطنية تنديدا بوضعيتهم المزرية حيث لا زال يتقضون أجورا متدنية لا تكفي لإعالة شخص واحد ناهيك عن التكفل بأسرهم وفي ضوء حالات الجمود وانسداد الأفق قررت التنسيقية العودة إلى الاحتجاجات حيث يرتقب أن ينظم غدا بمستشفى مصطفى باشا الجامعي اعتصام وطني بمشاركة عمال سلك عبر الولايات وهو التجمع الذي سيشارك فيه عمال الأسلاك المشتركة بقطاعات التعليم العالي والتربية والشبيبة والرياضة تضامنا مع زملائهم واحتجاجا على التهميش الذي طال هذه الفئة التي تهدد بالتصعيد تنديدا بالتماطل في مراجعة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة وإلغاء المادة 87 مكرر في سواحل عينتي موشنت تم انتشال خمس جثث في الأيام الثلاثة الأخيرة من قبل عناصر الحماية المدنية إحداها تعود لرجل في الأربعينيات من عمره تم انتشالها يوم السبت غرب شاطئ تيرغا على بعد 13 كم من عينتي موشنت إضافة إلى جثتين تم انتشالهما يوم الجمعة من شاطئ الهلال في بلدة سيدي بن عدة وشاطئ زوانيف كما تم انتشال جثتين يوم الخميس لرجلين يبلغان 35 سنة و40 سنة من العمر بشاطئ رشغون بدائرة بنصاف مع الإشارة إلى أن عددا من هذه الجثث كان في حالة تحلل ولا يعرف حتى الآن ملابسات هذه الحالات قام صابحة أمس سكان حي البايفرغايا في ولاية الجزائر بغلق ممر السكة الحديدية الرابط بين العاصمة والولايات الشرقية وذلك احتجاجا على قرار الحكومة انجاز مرمى للنفايات على بساط الطبيعة الخضراء الصالحة للزراعة وعلى مقربة من الحي القاطنين به للمزيد نتوقف مع شهادة من أحد سكان الحي السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم سيقع لش غلقت طريق اللي هنا يا أخي شوف هذا احتجاج سلمي مدام أنش نكسره غلقنا طريق خاتش هذا هو آخر حل لقيناه بش نوجهه سلوطات طلبنا منهم شوف 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 هاي عملون هاي مش مضرر الطبيعة وللبيئة شوف شوف بالك شوف هذا كل المساحة الخضراء هاي كلها قال لك نعم قد جاء لتكلمة الوزيرة وقالت هذا غير مضرر بالبيئة وحنا سكن حي حي بن سعدان نطالبهم سلوطات بش توقف المشروع هذا وإذا ما وقفوش المشروع هذا ونقولها ونعاود إذا عملوا المشروع هو المشروع مشروع هذا لادي شارجون فرنسي تعال حجكم المفرغة العمومية المفرغة العمومية جابوه شوف شوف السكان هنا خمسين متر السكان شوف شوف خلي صور خلي صور اجب دروحك اجب دروحك شوف هذا اللي قالوا ما كانش سكان هنا يعني بعيد ع السكان شوف شوف خلي صور وحنا رأنا هنا شوف حنا من بعدوش من الطريق المشينة نغلقوها مدام ما لقيناش حل آخر الحل الوحيد اللي قيناه أننا نوقف على السكة وننقطع طريق بالإطارات وهذه هي ونطالبوا السلوطات باستفيق شوية ولا كي جل الانتخابات وكذا الآن يسيسون ويبعثون في المخابرات في الجو اسيس يتجسوا علينا هنا شوفوا وشنا عملوه والمرة اللي فات الجو أخذوا الشابات من الحي واخذوا مش عابش حال من من شاب 15 شاب أو 20 شاب وعقبوهم بعقاب شديد قام شاب جزائري في مختبل العمر بمحاولة انتحار تم لحسن الحظ إنقاذه من طرف بعض المواطنين ورجال الحماية والشرطة يأتي ذلك وسط تزايد حالة الانتحار في الجزائر خصوصا في فئة الشباب بطرق عديدة ولأسباب مختلفة على رأسها المشاكل الاجتماعية والظروف المزرية مائة وخمس وخمسون يوما تمر اليوم على اعتقال المدون عبدالغني علوي بتهمة الإشادة بالإرهاب والمساسي بمؤسسات الدولة بعد أن نشر صور كاريكاتورية لرئيس بوتفريقة وانتقد دعوات ترشيحه لعهدة الرابعة وكانت منظمات حقوقية دولية أبرزها هيومي رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية كانت قد استهجنت الاعتقال ووجهت عتابا للسلطات الجزائرية على ما تدعيهم فتاحا وإصلاحا قبل الختام هذه مختارة كاريكاتوري اليوم انتقيناها من مختلف الصحف الوطنية زوروا موقعنا على الانترنت رشاد دوت تيفي لمشاهدة البد الحي للقناة ومتابعة البرامج المسجلة زوروا أيضا صفحتنا على فيسبوك ورسلونا عبر بريد القناة بصور الأحداث من حولكم كذا باختراحاتكم ودعمكم الحيوي أنشانتات إلى نهاية